لن نتعلم على سيدنا هو باسم الله الرحيم والسلام علي سيدنا محمد كنت اما باجي بعمل الرن هنا كان بيطبع للك الشيء اللي انا خرقتها طب انا بقى انا مش عايز انا اللي اخرج انا عايز ادخل يعني ايه يعني انا كنت ان دا بقى بخرج هكذا او بخرج شخصة او رقم او ايه ان كان طب انا انا عايز ادخل هكذا من خلال البرنامج لما يتعملوا الرن هي يعني ايه برضو يعني مش انت مساعة ما بتيجي تخش عالموقع فيسبوك بيقول لك دخل الايميل ودخل الباسورد انا عايز اعمل حاجة زي كده عايز انا اللي اكتب له القيمة بتاعت الحاجة دي اعمل اعمل امبوت للحاجة دي اعملها ازاي اول حاجة اول حاجة هتعملها انك هتعمل فاريبل هتعمل فاريبل بتحدد فيه نوع داتا طبعا هنعمل له بس مش هنحط له بس لازم في الاول احدد طبعا نوعه ولازم احدد النوع بناء على اللي انا عايز ادخله فانا مسلا انا عايز اعمل برنامج عايز اعمل برنامج البرنامج دوت لما عمله run هنا يقول لدخل اسمك فام دخل اسمي يقوم البرنامج طبيعي يقول لي اهلا وسهلا مسلا اه واسمي يعني مسلا اقول له ادخل مسلا اسمي احمد وما يللي welcome احمد. تمام? عايز اعمل برنامج بسيط يعني مجرد ان اكتب له اسمي هو يقول لي welcome او يقول لي هلو او يقول لي ايا كان. تمام? فاول حاجة اعملها بعرف اللي هيتخزن في القيمة اللي هتدخل لي. فانا هعمل من نوع اللي انا عايز يحط لي فيه اسمي. فاقول له وباكتب له اسم الفاريبل. اسم الفاريبل انا عساميه نيم. تمام بس كده. عامل وعمل تلو declare. تمام? تمام. طيب كده فاضل ايه? فاضل ان انا ادخل الاسم. قد انا ادخل الاسم. طيب كنا شوفنا ان عشان اخر حاجة بقول له c out. طيب عشان ادخل حاجة بقول له c n. c n. طيب وبعدين كنت بعمل الابريتور كده في c out. يعني بتشاور على كلمة c out. اما في c n لا العكس. الابريتور بتشاور الناحية التانية. طب هي هتشاور على اين ناحية التانية؟ هي كده. كده المفوضن هي هتشاور على ال variable اللي هي عتتخزن فيه المدخل اللي عيجي. تمام? فكده انا عملت variable من نوع string اسمه نيم. وهنا جيت قلت له اعمل لي input او ده خلي خلي اليوزر يكتب لي input يكتب لي مدخل وخزن لي الحاجة اللي هو عيكتبها تجد في ال variable اللي اسمه نيم. تمام? طيب بعد كده يعمل ايه? بعد كده هقول له يعمل لل c out. c out للحاجة اللي اتخزنت في ال variable اللي اسمه نيم. او يعني باختصارا في اتباع للحاجة اللي يوزر كتابها. تمام? تعالوا كده نعمل ران ونشوف البرنامي اللي كنت عنه. ايه دي هو طبعا البرنامي يفتح اهو ونشوف مستنين اكتب له حاجة. فمسلا هكتب له احمد. تعدوز enter. كتب لي احمد. طبعا للحاجة اللي انا كتبتها. تمام? تمام. طب لأ انا عايز انا عايزه يعمل لي يقول لي مثلا هلو واسمي. تمام? عايزه يطلع لي الرسالة دي كده. فكل اللي هعمل له ان انا حاجي هنا. هقول له هلو. هعمل لها آآ سترينج. مسلا هلو. وبعد كده اسم. تمام? هقول لي كلمة هلو بعد كده يحط اسم. انا عايزه هنا عايزه اعرفه يدخل لي ايه? يعني انا هو بس اول ما بيفتح كده. اول لما البرنامج بيفتح كده بيفضر ساب يعني انا انا مش عارف هو عايز ايه. مش عارف هو عايز ايه. انا او انا عارف ان هو عايز بسترينج اكتب له حاجة بس سفر دي انا ما عرفش. افد ان انا مش شايف الكود. او انا مش عارف الكود دوت. فانا عايزه هنا يطلع لرسالة يقول لي دخل اسمك. انتر يور نيم دخل اسمك. او كتب لي اسمك. تمام? عامل هزاي ديت. بكل بساطة. حاجة هنا قبل السي ان. وعمل سي اوت فيها الرسالة اللي انا عايزها تظهر. بس مش هحط فيها الاند لاين. انا اقول له. سي اوت. تمام? سي اوت ايه? سي اوت هكتبقى فيها الرسالة اللي انا عايزها تظهر لليوزر. فانا اقول له مسلا انتر انتر يور نيم. انتر يور نيم. دخل اسمك. وعمل كده ايه نقطتين كده ومسافة. تمام? تعالى كده انا لما اشوفها انا عارف هو عايز ايه او اعرف هو منتظر مني ايه. فانا الوقت اكتب له اسمي اقول له احمد. قل لي هلو احمد. تمام? تمام. طيب. هو انا اه ينفع اخليه يعمل لي اه سي ان لاكتر من او. ينفع خليه يعمل سي ان لاكتر من حاجة او لاكتر من فاريبل. فانا مسلا عايز يدخل الاسم بتاعي. عايز يدخل الاسم. الاسم مسلا بتاعي. والسن. تمام? عايز يدخل الاسم والسن. الاسم والعمر يعني. فانا مسلا حامل هنا اقول له. واسمه ايج. تمام? حاجة هنا اقول له انتر يور نيم اند ايج. حاجة هنا في السي ان بعد ما عملت الانيم هعمل علامتين تانين كده واكتب له فيهم الفاريبل التاني او الحاجة التانية اللي عايز يدخلها اللي هي الاسم. طبعا في اكتر من طريقة ولكن دي طريقة حوالك وعاركو الطريقة التانية. تمام? كده هنفط انه هيدخل الاسم الاول وبعد كده هعمل مسافة بالمسطرة. او بالاسم وحكتب العمر. وبقى كده هيقول لي هلو احمد. وهلو احمد وبقى كده خليه يعمل سيقاود جديدة يقول لي يور ايج از والرقم اللي انا دخلته. يور ايج از. تعالوا نعمل ران ونشوف. طيب. قال لي انتر يور نيم اند ايج اند ال ايج. دخل الاسمك وعمرك. فاقول له مسلا اسمي احمد. وعمري. وعمل قعد شفته عملت مسافة. واكتب له عشرين. دوس انتر. قال لي هلو احمد يور ايج از عشرين. تمام تمام. طيب انا ممكن من خلال الطريقة ديت اعمل مسلا اا اعمالية حسابية. بس سيبك من سيبك من عمالية حسابية داتية تعالى نشوف طريقة تايية. انا هنا قلت له نيم. اخليته ادخل لي النام والايتج على نفس السطر او في نفس السطر. طيب لو انا عايزه ادخل لي النام والايتج بس كل واحدة فيهم في سطر مختلف. يعني اول مرة يقول لي اا انتر يور نيم فادخل له النام بعد كده اعمل له الايتج. او ادخل له النام بعد كده ادوس ادوس انتر بعد كده ادخل له الايتج في سطر جديد لوحده. اعملها ازاي دي? كل بساطة. هنا انا عملت سي اا سي ان للنام. اعمل واحدة سي ان تانية بس للأيتج. بس كده. موضوع بسيط اي. للأيتج. تمام? تعالوا نعمل. انا مرة. قال لي انتر يور نيم اد ايتج. ادخل له النام او الاسم. اقل له احمد يدوس انتر. كده مستاني اكتب حاجة تانية. اللي هي ايه? ايدج. ادخل له اوله عشرين. دوس انتر. كتب. طبع لها قال لي هل هو احمد يور ايتج ازاي عشرين. تمام? تمام. انا عايزه بعد ما دخل له الاسم يعني هنا مثلا دي رسالة للاسم. تمام? عايز اعمل رسالة تانية لوحدها للعمر. تمام? يعني بعد ما دخل له الاسم يطلع على الرسالة تانية يقول يدخل العمر. فاكل بسطة بعد ما هعمل هنا سي ان للنيم. هعمل سي اوت. بس للا ايتج. خليه يتعمل لرسالة يقول يدخل فيها عمرك. تمام? انتر يور. ايتج. ايتج. تمام? تمام? ليهن اتخل هادم اكمل. تمام? قال لي انترة يورني هقوله احمر. قال لي انتر رسالة وعشرين. necesita دوس انتر وتبعي قال لي هل هو احمد يور ايتج ازا خمسة وعشرين. تمام? تمام? طيب ينفع اخد ارقام او ينفع اخد ارقام طب ينفع اخد ارقام الاخوة ديت اعمل منهم اعمل عليها عملات حسابية اقول له او ينفع طب ما تيجي نجرب تعال نجرب هنا بس نخليه دخلي رقمين تمام خليه دخلي رقمين انتر اه انتر نخلي بس ننبر ون نم ون نم ون وهنا تبقى نم تو تمام هنا اخلي اقول لي انتر نم ون ونم تو نم ون وهنا وهنا اتبقى اغير بقى نم ون وهنا نم تو انتر نم تو نم تو تمام وبعد ما ياخد الرقمين عايزوا يعمل لي عايزوا يجمعهم على بعض ويطبع لي الناتج بتاعهم بتاع الجامع بتاعهم تمام فهخلي مسلا فالنتج بتاعهم هيبقى هقول له ريزلت 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 هيبقى النم وان بلس او زائد نم تو تمام كيف مفهود ان هو هيتطلب منه دخله رقمين وبعد ما ادخلهم هيجمعهم مع بعض ويطلع عليه النتج بتاعهم. قال لي انترنوم وان هقول له خمسة. انترنوم تو هقول له اتنين. جمعهم مع بعض وقال لي النتج بتاعهم سبعة. تمام? دا اه هي حاجة قريبة شوية من فكرة الالة الحسبة. او هي مش قريبة هي فرق من فكرة الالة الحسبة. ودخله ارقام بس فعلا هي مش مك بس فرق ان الالة الحسبة مش تشطي بورقامين ممكن يكونوا اكتر طبعا. تمام? بس كده. اه شكرا لكم. شوفكم بازن الله في اه الفيديو جاي.